موسيقى وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وعلي محمد وعجل فرجهم والعان أعداءهم ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين كنا قد مررنا بجولة على جمع لا بأس به من روايات يا إمتنا الأطهار عليه السلام في مسألة تكفير المخالف وعدمها أو عدمه عدم تكفير المخالف وذلك فيما نقلناه عن المجدد الثاني في موسوعة الفقه إذ استقرأ هذه الروايات وانتهى بعد الجمع فيما بينها إلى الحكم على أهل الخلاف بشتى فرقهم بحكم الإسلام والمسلمين وانتهى إلى هذا الرأي بقي أن نذكر كلامه استطرادا في شأن سائر فرق الشيعة فهل يا ترى يعمهم هذا الحكم أيضا ويحكم عليهم بالإسلام أم لا يقول وأما سائر أقسام الشيعة غير الاثنى عشرية فقد دلت نصوص كثيرة على كفرهم ككثير من الأخبار المتقدمة الدالة على أن من جحد إماما كان كمن قال إن الله ثالث ثلاثة ونحوه رواية الكشي بسنده عن ابن أبي عمير عمن حدثه قال سألت محمد بن علي الرضا عليهما السلام أي الإمام الجواد عن هذه الآية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة قال وردت في النصاب والزيدية والواقفية من النصاب هذا نص في الحكم عليهم بالنصب والناصب كافر نجس مع أن الزيدية والواقفية معدودان في فرق الشيعة يقول وروايته أي ورواية الكشي أيضا بسنده عن عمر بن يزيد رحمه الله قال دخلت على الصادق عليه السلام فحدثني مليا في فضائل الشيعة ثم قال إن من الشيعة بعدنا من هو شر من النصاب فقلت جعلت في ذاك أليس ينتحلون مودتكم ويتبرؤون من أعدائكم بعد شير يريد أحسن من هذا الشكل أم ولائية أم برائية يتولون ويتبرؤون قال نعم فقلت جعلت في ذاك بيّن لنا لنعرفهم شلون تقول شر إذن من النصاب شوفوا شر من النصاب يعني أسوأ أسوأ من الناصبة الناصبة يعني مثل وهابية ما أدري إباضية هؤلاء يعني شر منهم مع أنه عندهم ولاية وعندهم براءة جعلت في ذاك بيّن لنا لنعرفهم قال إنما هم قوم هو هنا أثبت هذا اللفظ يقفون بزيد ويقفون بموسى عليه السلام موسى الكاظر عليه السلام هو هنا أثبت لفظ يقفون في حين في لفظ آخر وهو لعله الأضبط إنما هم قوم يفتنون بزيدين أي الزيدية يفتنون بزيد بن علي بن الحسين ويفتنون بموسى أي الواقفة طيب هذا شنو تفسير أنه يكون المفتون بزيد شرًا من المفتون بأبي بكر وعمر المفتون بموسى عليه السلام الكاظم شرًا من المفتون بأبي بكر وعمر حتى بلغ حد النصب ناصب ناصب لا يتولى أصلاً أئمة أهل البيت لا يتولى واحداً منهم بل ويبرأ منهم ويصبح شرًا منه ذلك الواقف الذي يتولى سبعة من أئمة أهل البيت مو واحد واثنين ويتبرأ من أعدائهم أيضاً تسأل الواقف ما تقول في أبي بكر وعمر يقول لعنة الله عليهم هذه عقيدة الواقفة بالمناسبة ويمكن يهوّس صدقوني لو موجودين إلى هذا اليوم كانت بليتنا بلية لو عدنا واقفة إلى هذا اليوم ويروحون كربلاء المقدسة بها الأيام في الأربعين ويهوّسون ولعن الله عمر ولعن الله أبا بكر كان هس النص يمكن جماعتنا الرافض يعترضون علينا يقولون ليش تحشون عليهم مو رافضة مثلنا مو برائية مثلنا ليش ما تخلو لكم صاحب أسه شنو صار يعني أنه أسه نص الأئمة أنكروهم قلوا نص الثاني مشتركات بيننا وبينهم سبعة أئمة مشتركين بيننا وبينهم هاي مشكلة الشيعة عواطف مثل ما قلنا يقول إيه رافضي بعد مثلنا شنو يعني رافضي مثلنا موالي مثلنا شنو يعني موالي مثلنا الولاية لازم تكون تامة الرفض يجب أن يكون تاما يعني أنت ترفض أبا بكر ترفض عمر زين مشيها ترفض ما أدري بني أمية ترفض بني العباس لازم تجي ترفض الخونة الذين خانوا الإمام الرضا عليه السلام وارتدوا عنه الوكلاء الخبثاء السفل الذين ابتدعوا بدعة الوقف الواقفة تجل هؤلاء تعتبرهم من مشايخها من عظمائها تجي تسألة ما تقول مثلا في علي بن أبي حمزة البطائن يهو سيدي ومولاي هذا ثقة الإمام عليه السلام هذا كذا هذا كذا الرافض يرفض هذا أيضا هذا الرافض ليس الرافضي مجرد ذاك الذي رفض أبا بكر وعمر فقط نعم الرافض مصداقه الأبرز رفض الطاغيتين صحيح ولكن رفض كل طاغية يأتي وإن كان متلبسا بالتشيع وإن كان ما أدري علي خامن أي مثلا هذا هو الرافض الصحيح أما أنه لا اتجزء الرافض فذلك كمن جزء الولاية الرافض مبدأ عام يمشي على الكل بعد خلص كل من لديه انحراف عقدي مرفوض كل ظالم مرفوض الولاية أيضا نفس الشيء الولاية بالمناسبة تمتد لتشمل ولاية ثقات الأئمة عليهم السلام أصحابهم الأبرار حواريوهم العلماء الأخيار الذين هم ورثة لهم ومروجي شريعتهم وعلومهم كل هؤلاء عليك أن تواليهم هذه من الأمور الضرورية في الولاية أيضا طيب ليش كان هؤلاء الذين هم من الداخل الشيعي ولديهم ولاية وبراءة غاية ما هناك ولايتهم منقوصة براءتهم منقوصة وفتنوا جماعة أخذوا زيدا جعلوه إماما وهو ليس بإمام في أحسن الأقوال عالم من علماء آل محمد عليه السلام يدعو للرضا من آل محمد عليه السلام لا أكثر ولا أقل وأما موسى عليه السلام فإمام صحيح ولكن ليس لهم حق في أن يفتنوا به إلى حد الوقف عليه لماذا صار هؤلاء شر أي أنجس من النصاب في نص كلام الإمام الصادقي عليه السلام لماذا للذي قلناه سابقا أن الانحراف الداخلي أشد وأخطر يمكن بمليون مرة من الانحراف الخارجي لأن المحيط الشيعي الداخلي عادة يكون محصنا من الانحراف الخارجي الذي يأتيه من وراء الحدود قصلا ما يستقبله أكو حالة حصانة يعني إذا يجي واحد بس لابس له من هاي العمة البكرية مثلا يريد يحكو إياه يبتسم ويستقبل منه يمكن بعض الحشي بس بالأخير كل هذا الحشي ما لا يأخذه كله على بعضه يرميه في أقرب سلة مهملات ما يأثر بي لأنه حتى الشكل يعني الشكل يعطيه خلاص هذا مو منه تهى الموضوع لابس له من هاي عمايمهم أو مثلا لابس له ما أدري شماغ لابس له أي شيء اللي يكون هاي طربوش الأزهريين ما أدري لفلح له وصله ما يأثر أما إذا يكون بزينا هذا ويبدأ حديثه وصلى الله على محمد وآله الطاهرين عليهم السلام واللهم عجل وليك الفرج ويختم بالقوريز أما يجيب المضطرة إذا دعاه من هذا لا الواحد بسرعة ممكن يتأثر ويفتن به ويستقبل كلامه فورا لأنه يقول هذا من الزيدية والواقفية كانت عبارة عن مجتمعات مذهبية متداخلة تداخلا وثيق الصلة مع المجتمع الإمامي تجد في البيت الواحد أحيانا واحد إمامي الثاني زيدي الثالث واقفي الرابع بتري أشكال أرنق موجودة هذه ظاهرة بيوتها معريقة كوفية شيعية قديمة مثلا حجازية يمانية موجودة كانت هذه ظاهرة فكانت مشكلة كبيرة ولأنه كما قلنا العلاقات الاجتماعية هذه تلعب دور علاقات أسرية تلعب دور علاقات عشائرية تلعب دور كان يقع هذا التماهي شيئا فشيئا فيتأثر ممكن يتأثر بهم خصوصا لما يعلن لواء الثورة لأنه الناس بسبب الكبت والظلم والاستضعاف تريد كل من يعطيها أملا يعني بزوال الظلم أو إزالته فوالله هذا ثار يلا احنا وياه خلي وياه الله يبارك له عفيا عليه أنه هذا راح يخلصنا من جور بني أمية مثلا هم بني العباس شلون ضحكوا على الشيعة بهالطريقة شيعة جماهير الشيعة ركضوا وراء ذول العباسيين قبل لا يستلمون حكم مع أن الأن كان يحذرون يقولون هذا الأمر لم يأتي زمانه بعد اتقوا الله كذا كذا ما فات عواطف حتى صاروا قادة عسكريين لهم أبو سلمة الخلال مثلا هذا على الأظهر كان ممن يعتقد بإمامة الصادق عليه السلام يعني إمامة مو ما أدري أبو العباس السفاح قبل لا يستلم حكم يا إمام يا بالطيخ لما يسأل من إمامك الذي لا تموت إلا باعتقاد إمامته حتى لا تموت ميتة جاهلية يقول أبو عبد الله الصادق عليه السلام بس شوفوا شلون العاطف جرته حتى أهمل تحذيرات إمامه ولا إما الأطهار عليهم السلام فصار قائدا عسكريا فذ هو الذي مهد الأمر لقيام حكم بني العباس في الكوفة وهذه صارت عاصمتهم ومنها انطلقوا لما أبو مسلم الخراساني استولى على خراسان بالمناسبة كانوا يدعونهم يقولوا يا الله اقبلوا إلينا كانوا يقولوا لا لا بيعة إلا في الكوفة المهم الكوفة تسقط ومنها نعلن حكمنا حاسبين حساب دقي على أساس العرب هما سياسيين ماكرين فأبو سلم الخلال تولى هذه المهمة أما شوفوا شنو سوى استولى على الكوفة أسقط حكمة بني أمية فيها وفي توابعها العراق صار بيدة ولكن حبس في الحقيقة بني العباس أبو العباس السفاح ومعا ما أدري أبو جعفر المنصور وذولا كلهم دوانيقي كلهم حبسهم في دار على أساس الآن ليس الوقت مؤاتيا ويكون خطر أمني عليكم وراح كاتب الإمام الصادق عليه السلام أنه تعالى استلم الحكم يعني راد هو يسويها بالطريقة بس ما فات بعد خلص أولا الإمام ما قبل أصلا لأن هذا الأمر لم يحن أوانه بعد هذا الأمر معقودا للحجة بن الحسن عليه السلام فأنت يعني كأنك أردت أن يعني تتذاكى على العباسيين لكنك بالنتيجة مهدت الأمر لهم قائد عسكري فذكان وشجاع وذو خبرة وحنكة وقادر على ترتيب الخطط بالفعل اقتلع حكم بن يومي مع الأسه هذا الذي دفع ثمنه الشيعة غاليا من دماء أئمتهم عليهم السلام أولا قال قائلهم ألا ليت جور بني مروان دام لنا ولم يأتنا عدل بني العباسي رافعين لهم شعار العباسيين الرضا من آل محمد عليهم السلام كل أحد شي خرط وأوهم الناس أنهم إنما هم قادة ثائرين لا يدعون لأنفسهم وإنما يدعون لأهل البيت عليهم السلام إنما لمكانهم منهم كونهم أبناء عمومتهم هاشميين كذا يعني كانهم يقولون نحن وقاء لهم وبالفعل قبل أن يستلم الحكم كانوا فتشك ليعظمون لأئمة عليهم السلام يعني من الصادق عليه السلام يشوف هذا أبو جعفر الدوانيقي يقبل يده ينحني له جعلت في داك يا ابن رسول الله أما بصر ملك شو سوى هو نفس هذا الإمام قتله عليه السلام هذه النذالة هو أن تشمم ريحة ملك شوف شون تتغير أخلاقه أو تتغير منهجه كل شي يتغير كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إذا استغنى وصار عنده ملك صار عنده ثروة صار عند جاه أتباع شوف ش يصير يتفرعا فلذلك نقول الانحراف الداخلي أخطر بكثير من الانحراف الخارجي ولهذا نكرر ما كنا نقوله من سنوات لما نسأل أو نعاتب أنه لماذا تحملون على بعض رجالات الشيعة يقولون ما الشكل فقلنا نحن أصلا نستغفر الله تعالى لأننا نرى أنفسنا مقصرين في فطح هؤلاء وفي الحمل عليهم لكي لا يغترنا الناس بهم هؤلاء ليسوا على منهج آل محمد عليه السلام ليسوا على منهج علمائنا المتقدمين قارن بين كلامهم وكلام مثل المفيد مثلا أو الصدوق أو شيخ الطائفة أو أبي الصلاح الحلبي أو معدرس اللار أو أين كان علماؤنا الأبرز سيد المرتضى علام الحل تجد هناك فرقا واضحا وبينا في الأصول في العقيدة في المتبنيات الكلية التي لا يسوغ الإعراض عنها لذلك ماذا تفعل؟ أوجب الله على العالم أن يظهر علمه إذا ما ظهرت البدع وإلا فعليه لعنة الله 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 يرحمنا برحمة بس أنه لا يلعن هذه المسألة كثيرا ما نحن نتكلم على هؤلاء أصلا عرضا في الحقيقة يعني أصلا أتذكر أنني أفردت سلسلة مثلا أفردت أنا سلسلة أحد يذكرني على مثلا صفعات رافضية صفعات رافضية على وجوه البترية أم سلسلة مختصرة يعني موفة شيء يمكن ما أتذكر شنو كان الداعي آنذاك يمكن الذي جعلنا سلسلة كم حلقة هي كم؟ تسعة أو عشر أما ما أتذكر أني أفردت سلسلة خاصة في فئة منهم أو في مثلا وأحسب أن هذا المقدار إن شاء الله يكفي لمن يعني ألقى الله في نفسه البصيرة والوعي إن شاء الله تعالى وإلا عموما نجد أنفسنا مقصري الانحراف الداخلي جدا خطير هذا الذي يفسر قول الإمام الصادق عليه السلام في الزيدية والواقفية أنهم شر من النصر يقول المجدد الثاني وما رواه أيضا قال إن الزيدية والواقفية والنصاب بمنزلة واحدة هكذا قال الإمام عليه السلام ورواية أحمد بن محمد بن مطهر المتقدمة وغيرها هذه كلها روايات إذن تذكر شمول حكم الكفر والنصب للسائر فرق الشيعة المنحرفة يقول ولذا ذهب صاحب الحدائق رحمه الله إلى كفرهم ونجاستهم نجاست المخالفين بل والشيعة من غير الإمامية واستشهد أخيرا بما عن مشرق الشمسين اللي هو كتاب للبهاء استشهد به أن متقدمي أصحابنا كانوا يسمون هذه الفرق بالكلاب الممطورة أي الكلاب التي أصابها المطر مبالغة في نجاستهم والبعد عنهم بالفعل تشوف لك كلب أجلكم الله منطور وبهالبلاد والله بلوة شبيرة فهي يعني بالفعل واحد تصيبه تشنج يعني أنه يريد بس يفر بنفسه لأنه هذا بأي لحظة ينتفض أي النفضة ما التفى يطفر كل هاي الذرات والقطرات فينجسك بالكامل بعد صلاة ما تقدر تصلي لازم تذهب كلها تغسل مصيبة كبيرة فمتقدمي أصحابنا وبالمناسبة إمتنا أيضا يعني عندنا لفظ عندنا لفظ الممطورة على لسان الإمام الجواد عليه السلام تقريبا بالفعل كلاب الممطورة يعني كانوا يحذرون منهم تحرزا حتى لا تتخاصل لا يجمعك وإياهم سقف بيت ولا طريق شرد روح بعيد عنه هكذا عزلوا وإلا كان إلى اليوم موجودين هالكلاب الممطورة هالواقفة هذولة قال مبالغة في نجاستهم والبعد عنهم بل في بعض الروايات جواز قتله فعن رجال الكشي بسنده عن علي بن حديد قال سمعت من سأل أبا الحسن الأول عليه السلام فقال إني سمعت محمد بن بشير يقول إنك لست موسى بن جعفر الذي أنت إمامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله هذا محمد بن بشير لعنه الله أحد المنحرفين وكان على قول مغاليا أيضا فكان ينكر إمامة الكاظم عليه السلام أو يزعم أن هذا الكاظم الحي الآن ليس هو موسى بن جعفر الحقيقي ذاك غائب هذا مشخص بصورته ممثل بمثاله هكذا فهذا كان يقول هذا الكلام وانتبهوا كان فقط يقصر كلامه على هذا إنك لست موسى بن جعفر الذي أنت إمامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله سب الإمام ما سب ولكن لاحظوا الإمام الكاظم عليه السلام ماذا قال فيه فقال لعنه الله ثلاثا أذاقه الله حر الحديد يعني إن شاء الله يذبح من الوريد إلى الوريد بالحديد حتى يذوق يذوق حر الحديد لما يذبح قتله الله أخبث ما يكون من قتله وبالفعل طبعا الله استجاب دعاء الإمام عليه السلام فتولت السلطة أمره هذه هم فيها نكتة مهمة أنه يجب أن لا تأخذنا العاطفة فيما لو كان عدو من أعدائنا قتل شخصا آخر وإن كان ينتحل مودة الأئمة عليه السلام أو يعد نفسه شيعيا إذا كان منحرفا فنفرح بذلك ما نقول والله مثلا لأنه آل سعود قتله فإذا لا نتعاطفوا إياه لأنه كراهية مننا لآل سعود مثلا ما نقول على هذا المثل الشائع العامي فخاري كسر بعضها من دليشنا أي شيء ليكم لأنه أحيانا بالفعل استجيب لدعوات لأئمة الأطهار عليه وسلم على يد أعداء أعدائهم ومن هنا نقول نحن انتبهوا جيدا هؤلاء الذين هم بالفعل جهلة وأنا أستغرب من مستوياتهم الإدراكية الضعيفة مع الأسف الذين يقولون طبعا ما احترامنا لمقام العلماء بس هذا موضوعا جهل أنه الله استجاب دعاء الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على يد المختار الثقفي عندنا رواية هذا الشكل زود استجاب الله دعاء الإمام عليه السلام على يد المختار الثقفي يعني هل معنى ذلك المختار الثقفي صار وليا من أولياء الله من يقول فالله طالما استجاب الله أدعية الأئمة الطاهرين عليهم السلام على يد بني ومي وبني العباس ومدر منه من أخابث خلق الله أصلا عندنا رواية الظالم سيف أن تقم به وأن تقم منه يعني هذا يصير سيف الله سيف الله المسلول لشأن يقولون عن خالد لاعن الله سيف الله المسلول يصير يصير ظالم سيف الله ممكن إذن لك كثير من المنحرفين الشلمغاني الشلمغاني اللعين من قتله عباسيون قتله نروح نتولى بني العباس مثلا أو نتعاطف مع الشلمغاني ما يصير هذا مو منطقنا إحنا الشيعة الشيعة أهل عقل أهل وعي أهل بصيرة لازم ترتب وتبرمج عقلك بالبرمجة التي جاءت عن أئمتك عليه والسلام إذا عقلك ما يشتغل عدل دينك هم ما رح يشتغل عدل والضيع التيه في الدنيا وفي الآخرة قال قتله الله أخبث ما يكون من قتله فقلت له إذا سمعت ذلك منه أوليس حلال لدمه مباح كما أبيح دم الساب لرسول الله صلى الله عليه وآله والإمام قال نعم حلو الله حلو الله دمه وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه الحديث طبعا نحن كان لنا تعليق قديم على هذا الحديث أيضا في خصوص الحكم بإهدار دمه لا نرى هذا الإطلاق ولا نرى الحديث مفضيا إلى ذلك في الحقيقة هناك بعض الشرائط المسكوت عنها ها هنا المبينة في أحاديث أخرى ونحمل حلية أو إهدار الدم على ما كان فيه مزيد مؤونة من ذاك الذي انحرف بحيث يمكن عده أنه يجنح لإجرام حتى ولو كان قوليا لأنه سيفضي لا محالة كما حدثنا التاريخ إلى إجرام فعلي تسفك به الدماء ويمتد أحيانا إلى دم المعصوم عليه الصلاة والسلام لأنه أنت شنو معنى أنه تقول أنت لست موسى بن جعفر الذي هو إمامنا شنو راح يكون هذا الكلام في الذهنية العامة والناس في آنذاك لما يعتقدون برمز ديني مثل محمد بن بشير ويأخذون منه الفتوأ والحكم ويتبعون تدر كان لجماعة يتبعونه ويأخذون بقوله سيتصور لديهم أن هذا موسى بن جعفر المنتحل نعوذ بالله وتحملهم الغير الديني الكاذب على قتله واستهدافه فهذا قول هذه بحد ذاتها مقولة إرهابية تحريضية في الحقيقة عموما هذا كله أيضا تفصيله قد يكون في لحن الأئمة إن شاء الله تعالى ولكن هذا الحديث كما يقول المجدد الثاني من الروايات الدالة على نجاسة وكفر سائر فرق الشيعة المنحرفة غير الإمامية وللحديث صلة إن شاء الله تعالى في الجلسة المقبلة وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وتعال أعداه ترجمة نانسي قنقر